مرحبا بكم انيس الكل ادبارة اليوم حويجة بنينة وفيها أستوس تعلمتها من عند ليلة باللظهر قنات تعطبخة ونسية معروفة قنات ليلة باللظهر هنا الكسكسي بلعلوش نعملوه بالخضرة كيف نعملوه هنا خذيت المقفول كالعادة وخذيت فيه الزيت وخذيت فيه البصل يتكرم وخذيت عليه الحم اضع اضع وخذيت المكتف يجب علي طماطم معجونة لديه طماطم معجونة اضعوه الزيت ولمعاجونة انظروا ثاني وضعوا طماطم معجونة ومن السفل اضعوا طماطم معجونة اضعوا طماطم معجونة تماما بملاحة كبارة فلفل مهاروي هريسة عربي وفلفل الزينة وإلا بابريكا وصبيت عليه طوال ماء تقريب 1.5 ماء يغلي في ماء سلة الخضراء شود بروكسيلا كرمب صغير كرمب كبير كرمب صغير كرمب ونقشره ونضع قريب ماء ونضع راس ونضع القرع القرع على الأحمر قرع على الأحمر لنضعه في كل شي نحب بلوع الكل وكملت الخضرة حمص حذر طيب وعدي الشود بروكسيل وقرع وقرع بطاطا وصفنيريا وفلفل وخضر الكل وقرع بطاطا في طنجرة أخرى ام بالمرقة الكوسكسي وحديثة القرعة ولبطاطا TDM اضمت الالسفنيريا وضمت المصار اضمت المصار وضمت المصار اضمت المصار جди يضع الكلام من النكهة الحم اضمت المصار وضع ملح لتسماع ملح وضع ماء وضع ماء لتكثر لا أصبحت من بعد ناقصة لن أحب المزيد يجب علينا ناقصة أصلاة بطاطا و أصلاة بطاطا لن أفهمية من أفهم لم أفهم وبطاطا و بطاطا تشري البيتراف و بطاطا موخة نبيعها و ليس نفس النكة قسيت البطاطا تفور فوق الكسكيس من كسكيس نضع الكسكيس في نص ساعة الاخرى وضعت البطاطا حتى تفور كسكيس وضعت البطاطا في الماء وضعت الكسكيس قمح كامل وضعت ملح وزيت وضعت البطاطا حتى تفور كسكيس القمح وضعت الكسكيس القمح وضعت الكسكيس سميت ونشعر الكسكيس سميت في نص ساعة الاخرى أفضل المنزل اللقاء وعندق المترجم الحمص حمص وضعت البطاطا بعد أن نقص الساعة يجب أن نقصها يجب أن يفور ويجب أن نقصها سينواتها تقرأت وبعض نسقي الكسكيس بالمرقم من الأول يتم تقوم بالوصول من 4 ساعة ساقيته بشوية بالمرقة وبركه يشرب بمرقه وضعه بمرقة وضعه في راحة عقله ونقلي الفلفل نضع الفلفل على زيت بارد ثم نضيفه قليلا بشيء يغلي لما يترشق على ماء ثم نقلق الفلفل هبطوا بيتراف طاب نقشر القشرة ونقص بيتراف مكعبة صغيرة كما تحبون دوره ايضا نقوم بسفن ناري والنحيك الراس الفقاني خطر غلي فيه والقشرة وكلها تراب ثم نقص لا يأخذ وقت طويل في السنطان ثم نفوحها بقارس ملح وزيت زيتون ونخلط السلطة حضرت نضيف البطاطا ما زيبنا من طيبوهش برشة مكنش تترفس او كانت تغرس فيها السكنة تشوفها كان دخلت بسهولة وخرجت بسهولة طوال الكسكسي عادا نصيف ساعة وفور على روحه طوال باش نسقيه بالمرقة ساي اخر تسقيه ونخليه يشرب شوية ونحضر الكسكسي نضيف المرقة مرقة الكسكسي بالعلوشة تطلع بنينا كيف نخليوها تطيب سلة سلة ساعتين يقعد يطيبها مع نار هادئ يطلع البنة متاعه وكين طيبوه في الكوكوت حسينه ماء ما يخرشك المطعم البنين متاع الحم طوال هنين خلطوا مليح يظهر لكم اللي هو مبلول رابش يشرب والخضرة طابت مازلت هش ماء جملك السوس اللي حتيتها للي عقدت راهي جيت بنينا بنيناك الخضرة ما يخذ المطعمة متاع الحم اما مهيش هي عليش نحن نقوله الخضرة تطيبوها وحدة خاطر بش تمس سنكها لبنينة متاع الحم الكل كين نطيبوها في وسط المرقة متاع الكسكسي يولي كسكسي بالخضرة وابين معناها بش تطعم العلوش او كعليش كين نحبه علوش ونحبه في نفس الوقت خضرة هذي الطريقة المحليها معناها وولي تخليلك الكسكسي بتاعك يش يحافظ على البنة متاع العلوش وفي نفس الوقت الخضرة تأخذ البنة متاع العلوش بطريقة هذي طيارة عجبتني على الخريعتها الصحة وحتيت سيطة الكسكي وكا شربه كل حتيتها في التبسي وحتيت قدمته حتيت له الحمص وحتيتها بجنبة كيكا قلت وكا كان واحد يحب يزيد السوس في سحنه وكا يزيد السوس في سحنه وانبعد نلقاه شربة بالجدية والفطور احضر وهذه وصفتنا كانت اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة